السلام عليكم كديري اللبس عليكم متمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك كريم الله يدخلوا عليكم بصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا في حياتكم إن شاء الله ليوميجي نشارك معكم لزيجار ديال البطاطة ساهلين واقتصادين وضغية كيوجدوا في عشرة ديال الدقايق كيوجدوا ساهلين بزاف بزاف المهم قبل ما نبدو كيم مديم ما منسى والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ونبدو على بركة الله تشوفوا معايا أنا تحذف لي المقطع ديال البطاطة نقيتها وغسلتها وضرتها كتسلق للكمية اللي بغيتونتوما واللي متوفرة عندكم على حسب الورقة عفوا عندي بطاطة كيما قلتوا دروري كان معسا وهي سخونة كنخليها الدفا شوية من بعد كنضيف لها خمسة ديال الفورماجات المتلت أو المربع اللي بغيتونتوما كنضيف شوية ديال الملح بطبيعة الحال كيما كتعرفوا وان بطاطة كتبغي شوية الملحة كنضيف شوية الملحة بالزيد وكنضيف شوية دراس مع القاعدين اللي بزار هادو ما المكونات اللي كنضيف من بعد كنضيف الزعتر الزعتر البنات اللي تنسيه صراحة كيعطيها واحد الماضق اللي رائع غير كنحكوه كشوية بين يدية وكنضيفه كان معس كل شي اولا كنخلط المكونات كلهم زيان مع بعض حتى كيتجنسوا اولا داك الفورماج كي يدوب وكيتخلط مع البطاطا كما كتشوفوا بهالطريقة هادي كيتخلط مزيان البنات اللي بغيتو شي اضافة ممكن تضيفوا اي حاجة بغيتو انتو ما ام وغتضيفو حتى شوية الفورماج يعني الفورماج الاحمر اضيفو تهو شوية كما كتشوفوا معايا ضروري البنات انكم تخلطوا بيديكم حتى شليد دا البنات كتعطايا كتخلط مزيان كما شفتو اضفت ترا ما تصورش لي حتى الاخر اضفت شوية الفورماج الاحمر وصافي قد نخلط المكونات مزيان كما شفتو معايا كنديرهم على شكل اصابع على هاتشكل هادا ممكن انكم ديروهم في طلاجة شوية وتخليوهم عدب نبعد تشكلهم اللي بغيتو انتو ما كناخد الورقة كنديرها على شكل متلت او لا كنقسم الورقة اللي دائرية كنقسمها على ربعة وكتعطيني هاتشكل هادا وصافي البنات كما كتشوفوا معايا الصورة واضحة كنحاول ندير هذك هذك البطاطا او هذك الحشوة وكننسد الورقة به هاتشكل هادا من بعد كندير شوية دقيق والما كنسد بها هذك الورقة او اللي هذك السيقال على هاتشكل هادا صافي حتى كنكملهم كل هما البنات طريقة سهلة وبسيطة وكيجيوا ورائعين مهم هاتوا ما غتشوفوا معايا كيفاش على هاتشكل هادا صراحي البنات كيجي فهم وحد لو ماطق رائع والله العادم يجربوهم غادي يعجبوكم بزاف بزاف صافي من بعد غنبقى على هاتشكل حتى كنسالي هم كلهم المهم نزيد نشارك معاكم الطريقة كيفاش على هاتشكل هادا وصافي كما شفتوا معايا كندير شوية ديالتقيق مخلط مع الماء وصافي حتى كنسالي يعني الحشوة اللي عندي كنساليها كلها صافي من بعدها البناتيلة بغيتو تقليوهم كتقليوهم ومن الاحسن انكم ما تقليوهم مش تديروهم غير في الفران كيكونوا صحيين وما كيشربوش الزيت بزاف وكيجيو زوينين بزاف كتحاولوا تدهنوهم غير شوية وديروهم في واحد اللاطة ودخلوهم الفران يجيو رائعين والما دق رائع ديالزعتر وديالبطاطس صراحة كيجيو زوينين بزاف والفرماج صراحة كيجيو زوين نشربوهم واردو عليا البنات انا صيبتهم بالليل ودرتهم في المجمد حتى الغدلي هذا غادي نصيبهم هاتي شي علاش ما شاركتش معاكم فاش طيبتهم ولكن قبل الفيديو اللي درت فيه البريوات ودرت فيه ذاك البساطلات درت واحد شوية من هاد من هاد السيقار هادو وهما هادوية البنات هما شاركتهم معاكم دابا صراحة كيجيو رائعين هادو البنات طيبين غير في الفران يعني غير دهنتهم بشوية الزبدة والزيت وبغيتوا تديروا واحد شوية للتحميرا او للبابريكا شوية ودهنهم صراحة كيعتوا واحد اللون رائع واحد المضاقر رائع كيدخلوهم في فران كيجيو بحلة مقليين حيتش كيلي ما كيعجبوش الفران كيقول لما كيجيوش زبانين بحل مقليين ولكن ديروا لوم هاد طريقة واردو عليا كيجيو رائعين هادوما البنات كيجو فنين كنتماني اعجابكم بعد الفيديو وما تنساوش كي مديمة دعموني بلايك ونطلقا زر الجرس باش يوصلكم كل الجديد ونطلقا في الفيديو يقدم ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر